السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكل زوار ومتابعين مدوانة عربتكنو الكرام ومجتمع هكي سكالة امن المعلومات يارب كلكم تكونوا بخير ناس كتير عايزة تستعلم او تسجل في موضوع العمالة غير المنتظمة في المرحلة التانية وفي حوارات نصب كتير بتحصل بخفوص الموضوع ده في الحلقة دي ان شاء الله هقولك الطريقة الوحيدة الصحيحة لحد هذه اللحظة للتسجيل او الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة في المرحلة التانية وهوضح لك ازاي ممكن يتنسب عليك بشكل فعلي وانا عارف ناس كتير فعلا اتنصب عليها فخلينا نبدأ مباشرة بس قبل ما نبدأ فضلا وليس امرا لو استفدت من المقطع ده ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد ولو عندك اي استفسار اكتبلي في الكومنتات وشير الحلقة مع الناس علشان الكل يستفاد بإذن الله يلا بينا نبدأ بسم الله موسيقى 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 اولا كده خلينا نبدأ معاكم عن ازاي ممكن يتنسب عليك بخصوص الموضوع ده والنصب ده هيكون عن طريق حاجتين او طريقتين الناس بتنسب بيها عليكم اول حاجة او اول طريقة هي المواقع المزيفة والمضروبة اللي معمولة على الانترنت زي الموقع اللي ظاهر قدامكو ده على الشاشة واللي جايبلك زي ما انت شايف كده فورم او مكان تسجل فيه ويقولك سجل في العمالة غير المنتظمة المرحلة التانية لكن في الاصل الموقع ده ما هو الا موقع مزيف معمول بس علشان يسرق بياناتك وعلشان يقلبك في رصيدك لما بيقولك ادخل رقم موبايلك انت هنا ما بتدخلش رقم موبايلك علشان تسجل لا انت بتدخل رقم موبايلك علشان تشترك في خدمة هو عاملها او تبع شركة اما شركة اعلانات بتؤدي انك انت تشترك في خدمة اما زي اللي ذكرتهم في حلقة رصيدك بيخلص بسرعة وتقدر تخش تشوفها من الآي اللي ظهرت فوق دي فيبتدي هنا ان هو يسرق رصيدك لما تشترك في الخدمة دي وبالفعل في ناس كتير وعد في الموضوع ده فاللي عايز اعلولك في اول نقطة او اول حاجة ما تجريش ورا اي موقع معمول يقولك سجل في العمالة غير المنتظمة المرحلة التانية والكلام ده كله لان في موقع كتير مزيفة تاني حاجة او تاني طريقة الناس اللي بتنصب بيها بتقولك مثلا ايه تعالى ادفع فلوس مبلغ رمزي او ايا كان المبلغ اللي انت هتدفعه مقابل ان انا سجلك في العمالة غير المنتظمة المرحلة التانية عشان تقدر تصرف المنحة بتاعتك فيبتدي ان هو يستدرجك وياخد منك مبلغ من المال هنا برضو عايز اقولك ان اي حد يقولك هات عشرة جنيه خمسين جنيه مية جنيه وسجلك في العمالة غير المنتظمة قل له انت نصاب وابعد عنه فورا لان ده كده بينصب عليك بس كده ودي الحاجتين اللي الناس بتنصب بيها على الناس اللي هي مش فهمة او دركة للموضوع فاحذر من المواقع المزيفة واحذر من الناس اللي بتقولك هات فلوس وادفع فلوس حتى لو مبلغ رمزي علشان اسجلك ابعد عنهم تماما دلوقتي بقى تعالى اقولك ازاي تستعلم او تسجل في العمالة غير المنتظمة في المرحلة التانية كل اللي مطلوب منك بس انك تحضر موبايلك موبايلك عادي اي موبايل جنبك حتى لو موبايل ابنك اخوك اي موبايل حضروا في ايدك علشان دلوقتي ننتقل الشرح من الموبايل ويلا بينا نبدأ بسم الله طيب دلوقتي دخلنا للموبايل والشرح على الموبايل علشان اوريكو ازاي تعملوا استعلام او تسجيل للعمالة غير المنتظمة في المرحلة التانية ودي الطريقة الصحيحة ان شاء الله اول حاجة هتخش على تطبيق الرسائل كأنك هتبعت رسالة لحد يعني كأنك هتبعت ميسج اس ام اس لاخوك لوالدك لحد قريبك عادي جدا بالطريقة الطبيعية هتعمل انشاء رسالة هيقولك ايه لا انت عايز تبعتها لمين الرسالة المهم هتكتب مية اتنين واربعين بس هنا تتأكد ان الارقام مكتوبة بالعربي مش بالانجليزي يعني لو الكيبورد عندك الارقام دي بالانجليش غيرها وخليها بالعربي تمام كذلك الامر برضو هنكتب في محتوى الرسالة المصية رقم القومي اللي انت عايز تستعلم عنه او تسجله تمام وده برضو هتكتبه بالعربي هتخش مثلا انا هكتب الرقم القومي وارجعلكه تاني والرقم القومي هيتكتب من الشمال لليمين تمام انا كده كتبت الرقم القومي اللي معايا وهبعت رسالة عادية جدا بسعر الرسالة العادية جدا لمية اتنين واربعين زي ما قلت وشرحت هبعت بسم الله وزي ما انتو شايفين كده جات لرسالة وقتي كده فورا قالت لي هذا الرقم غير مستحق للمنحة لان فعلا الرقم ده او صاحب الرقم القومي ده لا يستحق للمنحة ديت الرد هيكون سريع جدا مش هياخد معاك اكتر من دقيقة بالزبط وهيجيلك الرد ان شاء الله ودي كل الحكاية ودي كل القصة بعيدا عن النصب والحوارات اللي هتحصل او بتحصل لكو من ناس مش كويسة فهي دي الطريقة الوحيدة اللي صحيحة حتى تاريخ هذا الفيديو او هذه الحلقة الله اعلم هل في حاجة تانية هتحصل بعدين او طريقة جديدة او حاجة هما هيقولوها من كبل الحكومة يعني الله اعلم بس دي الطريقة اللي حاليا صحيحة بازن الله تعالى وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهار ده ووريتكو ازاي تسجلوا تسجيل العمالة غير المنتظمة في المرحلة التانية او كافية الاستعلام او كافية التسجيل ايا كان فقبل ما تطلع ما تنساش تدعمني بلايك علشان يدعمني ان انا استمر باللي جاي ان شاء الله وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك بازن الله كل حاجة جديدة انا بنزلها ولو في حاجة وقفت معاك اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك بازن الله واشوفكم على خير في حلقات جاية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة